تواصل القوات المشتركة تقدمها ببطء وحذر في الساحل الأيسر للمدينة بسبب كثرة العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش مصدر عسكري قال إن القوات المشتركة تواصل تقدمها باتجاه منطقة الزاب جنوب شرق الموصل وتخوض معارك عنيفة مع تنظيم داعش يتذلك في وقت تواصل فيه القوات الأمنية تطهير المناطق المستعادة من المخلفات الحربية